دوري الجزائري هلال العرب سوداني نديه دينامو زجرب الكرواتي صارت أمس إلى فوز عريض بثلاثة أهداف دون رد على حساب ضيفه ياريكا في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدور الكرواتية وهي المباراة التي شارك فيها طيلة أطور اللقاء ونجح خلالها من توقيع ثنائية حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والستين عقبا في راده بالحارس ثم استغل خطأا فادح من الحارس ليضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني في حصيلته في الوقت بدل الضائع وفي الدور البرتغالي عرفت المباراة التي جمعت نادي بورتو والضيف موريرنس مشاركة الدولي الجزائري الآخر ونجم المنتخب الوطني سين براهيمي أساسيا طيلة أطور اللقاء برسم الجولة الثالثة والعشرين من عمر المباراة وظهر ابراهيمي بوجه مشارف كعادته وسهم في فوز ناديه من خلال مراوغاته الميدانية لينتهي اللقاء لصالح رفق ابن المنيعة بثلاثة أهداف لهدفين وهو ما أبقى فريق بورتو مراقبا للسباق برصد اثنى وخمسين نقطة في المركز الثالثة من جانبه ساهم المدافع هشام بالقروي في التعادل الإيجابي الذي حققه نادي ناسيونال ماديرا على أرضية المصدف فيتوريا سيتوبال بهدف في كل شبكة ولعب بالقروي المواجهة كاملة واساسيا وهو اللقاء الذي نال فيه ثاني بطاقة صفراء له في البطولة منذ التحاقه بالنادي البرتغالية بعد تلك التي نالها في أول مباراة خاذها الأسبوع الماضي أمام نادي سبورتينغ ليشبونة وفي الدور الإسباني وبرسم الجولة الخامسة والعشرين اكتفى سفيا فغولي بثمانين وسبعين دقيقة فقط من عمر المباراة بعد مشاركته أساسيا ضمن تشكيلة غارنيفالة مباراة تميزت بالإثارة والندية تمكن فيها رفقات فغولي من حسم النتجة لصالحهم بهدفين لهدف واحد أمام صاحب الأرض ومتذيل الترتيب عشرين نقطة نادي غرناطة حيث ظهر فيها لعب الخضر بمستوى لبأس به وبهذا الفوز المعنوي ارتقى فالونسيا إلى المركز الحاد عشر برصيد واحد وثلاثين نقطة اشتركوا في القناة